والمزيد معنا الآن مباشرة أم لؤي هي أم فقدت ولدها ريان كان منتسب للشرطة بعام 2007 ولا تعرف الآن مصير ابن الثاني قصي الذي أخذته داعش في 2016 أي بعد عامين من سيطرة داعش على الموصل معنا الآن أم لؤي أهلا بك أم لؤي يعني ما بقدر أقولك إلا الله يعينك بس بحب أعرف شو اللي صار لريان الله يرحمه وماذا عن قصي أي معلومات أقول لريان استشهد الله يرحمه يعني راح بقبره بس المفقود قصي أنا أبحث عن قصي من تحررني لحد الآن أنا أريد أعرف مصير ابني وين صار لحد الآن ما حد نطاني عنه أي أمل ما خليت مكان ما دورت الناشد الحكومة العراقية الناشد أي مسؤول أي نزيه أي شريف يدحق علينا وعلى حالتنا نحنا ضحينا ضحينا لهذا الوطن هذا ابني شهيد وراح الله يرحمه بس المنتسب الله قصي شكر محمود سلطان وعمه عمه ثامر محمود سلطان لأن لحد الآن ما لقيت كل شي عنهم ما خليت بغداد ما خليت السجون كله فتناها طبعا للمشاهد نعرف شوي بالنسبة لريان كان منتسب أيضا للشرطة وتم تفخيخ سيارته وتفجيرها بعد اشتباكات كانت مع إرهابيين هذا ب2007 أما قصي فنحب نعرف كيف تم إلقاء القبض عليه أو كيف سطاعت داعش أن تخفيه بأي يوم وأين كان عم نحكي عن 2016 قصي أخذوهم على المدرسة حملة كيف أخذوهم؟ جمعة وكل الشباب اللي بوادي حجر 700 منتسب أخذوهم من وادي حجر وإحنا نقبال المدارس واكفين تباتشة لا ريوك لا غدا لا عشها ذاك النهار الأمهات كلتها تصيح وتصيح ولادي ولادي إحنا لما نسأل هسا لما نسأل لما نناشد إحنا ندور الويلادنا أخذوهم من قلب البيت واخذنا مكان نبحث عنهم وما أحد نطانع عنهم أي شيء أي أمل ما نطانع أملوا أي أخذوهم من قلب البيت كنت موجودة أي موجودة أنا حتى ضربني على ظهري الداعشي بالصندة مع المجاري هاي الخضرة اللي أسسون بيها ضربني على ظهري قال لي هسا أخلي راسه بحضمج إذا ما طلعت طب كنت تعرفوا أو خبروك يعني يقتلوا قدامي لو يأخذوا شو بدهم منهم مرتدين يقول مرتد هذا هذا مرتد مو شرطي ليش خليتي يروح الشرطة الشرطة شنو الشرطة مو هما بخدمة الشعب شكراً لكم